السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أميما من كل شيء أميما وفيديو اليوم فيديو مميز جدا وهو إعادة تدوير لشيء موجود عندنا بالمنزل وهو شبك الزراعة اشتراه ابني لتغطية الزراعة من الطيور وأنا رأيت أن أستفيد من الباقي في صناعة شيء جميل للمنزل وهذا الشبك يأتي في هذه الرولة شبك متينة جدا بلاستيكية تأتي في شكل رولة وكان متوفر عندي خيوط من أليز بافي فاين وهو خيط ناعم جدا ففكرت أن أقوم بعمل طقم للحمام أو مشاية من هذه المجموعة وسأريك الآن طريقة عملها وهي طريقة جدا بسيطة وسهلة تصلح معك في طقم الحمام تصلح معك إذا أريدت أن تصنعي منها مشاية أنا متوفر عندي اللون الزهري الفاتح أو كما نسميه البنبي وأتيت بسنارة كروشي عريضة وهي مقاس خمسة سأشتغله في هذه الفتحات أي نوع شبك متوفر عندك من أي شكل من أي نوع يصلح لهذه الطريقة خيوط أليز بافي تأتي في شكل الحلقات بهذا الشكل سأضع أول صف منها هنا هذا الصف لن أشتغل فيه هذا الصف الخارجي سأضعه أو دعيه إذا أريدت أن تقوم بعمل شراشيب أو لا دعي هذا الصطر فارغ ادخل السنارة في الفتحة الأولى بهذا الشكل ثم ادخليها في الحلقة من الطرف الثاني وأسحبي حتى تصل نهاية الحلقة سيكون الشكل من الخلف معك بهذه الطريقة اذهبي للفتحة التي تليها مباشرة واسحبي الحلقة التالية لها مباشرة وشديها أيضا بهذا الشكل الطريقة سهلة وبسيطة ندخل في كل حلقة نسحب إلى الأعلى بهذه الطريقة أهم شيء أنني سأركز أن لا أتخطى أي فتحة ولا أنسى أي حلقة من الخلف أخذ كل حلقة والحلقة التالية لها وكلما أمسي إلى الأمام أشد الحلقات إلى الأعلى لأحصل على شكل بهذا الترتيب لاحظي شكلها من الخلف جدا ثابتة ولا ترجع لأن الحلقات منتفخة من الأمام سأستمر بنفس الطريقة حتى نهاية الصدر إلى أن أصل إلى الحلقة قبل الأخيرة طريقة جدا سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى أي مجهود ولا تأخذ أي وقت تستطيع أن تكمل طقم الحمام في يوم واحد بإذن الله وسنشتغل طقم حمام كامل من هذه الشبكة مع أليز بفي بإذن الله الطريقة سهلة سنكمل حتى نهاية الصد لأريك كيف ننتقل إلى الصدر الذي يليها هم شيء كما ذكرت لك شدي الحلقات جيدا حتى تضمن عدم خروجها في المستقبل بهذه الطريقة ثبتيها جيدا بهذا الشكل كما ذكرت أي نوع شبكة متوفر عندك سينفع لهذه الطريقة أهم شيء أن لا تكون الفتحات جدا عريضة تمرر الحلقات بسهولة إلى الأسفل أكملت الصدر الأول أشده جيدا شكل جدا مرتب ونضيف عمل مرتب وثابت أشده فقط لأحصل على الترتيب وعلى ثبات الحلقات بهذا الشكل وهذا شكله من الخلف الآن كما ذكرنا آخر حلقة لا نشتغلها نتوقف عند الحلقة قبل الأخير السطر الخارجي لا نشتغله هو حافة المشاية وأيضا الحلقات كبيرة ستكون نائمة ومخفية وستكون كافية لإخفائه الآن سنقوم باشتغال السطر الثاني كل ما علي هو أن ألف العمل السطر الثاني نشتغله من الخلف وهي طريقة ثانية لاشتغال خيوط أليز بفي أدخل السنارة وأسحب وهذه الطريقة أضمن لي لأنني أكون موادها للحلقات فلا أنسى أي حلقة وأيضا أرى الفتحات بوضوح فأنا فقد أشتغل السطر الأول من الأمام ومن السطر الثاني أقلب القضعة من الخلف وأبدأ في سحب الحلقات إلى الأسفل بهذه الطريقة لاحظي لن تفوت علي أي حلقة كلها في مواجهتي فقط أسحب كما ذكرنا وأشد وأرتب عملي بهذا الشكل أنا في شغل المشاية أشتغل هذه الحلقات بمقاس شبك أكبر ولكن هذا النموذج فقط كان للتوضيح سنكمل حتى نهاية السطر بنفس الطريقة وعدل الحلقات وأسحب واحدة واحدة إلى الأسفل في الفتحات بالتلتيب إذا أردت كثافة حلوة لا تتخطي أي فتحة أسحبه في كل الفتحات التي تقابلك حتى تحصل على مشاي كثيفة وجميلة بهذا الشكل الطريقة جدا سهلة إذا بدأت ستمشي يدك عليها بسهولة وستسرعين ستحسين أن السرعة تتغير كلما مشيتي في الأسطور وستلاحظي أيضا الفرق ما بين الاشتغال من الأمام والاشتغال من الخلف إذا قلبت القطعة بهذا الشكل من الخلف لاحظي سهولة عمل الحلقات سهولة سحب الحلقات واحدة واحدة استمضي بهذا الشكل حتى نهاية هذا السطر وجميع الأسطور القادمة ستكون بهذه الطريقة أهم شيء الشرق جيدا حتى نثبت الحلقات من الأمام لاحظي أنا أشد بهذه الطريقة سأكمل هذا السطر وجمالها يبين من الأمام حلقات جدا كثيفة وخيوط الإجباف جدا ناعمة تعطي ملمز رائع للمشاية سنكمل إلى آخر كل صد ونرجع إلى السطر الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا حتى نقطي جميع القطعة التي نريد تغطيتها وسأريكي كيف سيبدو شكل الأسطور في النهاية هذا هو شكلها الذي حصلنا عليه وهكذا تبدو من الخلف وأنا من الخلف في المشايات دائما أفضل أن أخيط عليها قطعة من البشكير أو فوط الحمام أجعلها كقاعدة لها من الأسفل ولذلك أدع هذا الصدر من الجوانب حتى أثبت فيه الخياطة وأفضل إذا كنت ستجعليها مشاية أن تأخذ قطعة فوطة وتخيطيها عليها من الأسفل جدا ناعمة وجدا جميلة وسهلة أتمنى أن تجربيها يمكن أن يتوفر عندك أي نوع شبك آخر أنا هذا هو النوع الذي توفر عندي دخلنا المحل بالصدفة اشتراه ابني ليغطي به الزراعة ولكنه أعجبني للمشاية وفكرت أن أتشارك معكم هذه الفكرة نفذيها كمشاية أي نوع شبك من أي شكل متوفر عندك من أي مادة بلاستقماش أي شيء نفذيها وغطيها من الأسفل خيطي عليها قطعة من فوط الحمام من الفوطة من البشكيل العادي وأجعليها كمشاية أو كطقم حمام ولا تنسوني من اللايك ومن الشير